ترميم لمسرح نابوليون الثالث في قصر فونتنبلو تم ترميمه وسوف يفتتح ويسمى الآن في قصر فونتنبلو قصر نابوليون الثالث مسرح الشيخ خليفة بن زايد أريد أن أضيف بعض المعلومات الهامة أولا نتكلم عن لوفر أبو ظبي ولكن في واقع الأمر أن الاتفاقية هي مع كل المؤسسات الفنية الفرنسية أي أن الاتفاق ما بين الحكومتين سوف تشارك بواسطتها كل المؤسسات المتاحف والمؤسسات الثقافية الفرنسية في الإعداد وتطوير متحف اللوفر أبو ظبي ولكن ليست فقط حصرية مع جميع المتاحف كما ذكرت الحصة بما في ذلك البومفيدو والأورسي والمتاحف الأخرى هذا الشيء يعني بأن هناك أيضا وهذه مهمة أن خلال السنوات القادمة هناك عدد من الإعارات لبعيدة الأمد والمتوسطة والقصيرة الأمد التي سوف تعرض في متحف اللوفر أبو ظبي هذا الشيء الثاني الشيء الثالث أن هذه الاتفاقية تشمل أيضا تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات لإيجاد وظائف العمل لهم للإشراف على المتاحف وفي تعلم تاريخ الفنون وتاريخ الفنون التشكيلية أريد أن أقول الشيء الأخير أن هذا المتحف أيضا هو مؤسسة تعليمية وبحثية وفيه متحف للأطفال سؤالك الأساس بالنسبة للحراك الثقافي ما في شك أن ابتتاح هذا المتحف هو ليس مشروع واحد يضع على الرف ولكنه جزء من سلسلة متكاملة متناغمة من المشاريع الحضارية الثقافية أهدافها ما هي دكتورة؟ التي تريد الاستثمار كما بدأ به باني هذا الوطن الشيخ زايد رحمه الله كما ينادي به قادة اليوم حفظهم الله جميعا ضرورة الاستثمار في التعليم والثقافة لهذا نجد عدد متتابع من الصروح الثقافية التي تنطلق في سماء الإمارات في أبوظبي في الكتابة والترجمة والشعر والفيلم والموسيقى والسينما عدد من المشاريع المتناغمة لكي نقيم هذا الصرح الحضاري الذي يمكن الإمارات من أن تؤسس لمجتمع المعرفة الذي تستطيع بواسطته أن تحارب التطرف والأرهاب والظلام وأن تنافس على الساحات العالمية المعولمة اشتركوا في القناة